الداعي لله أو العالم في الشريع الذي يشعر أنه أولى من غيره في إقبال الناس أو في استحسان الناس أو في عدد الطلبة أو في الترقية الوظيفية في التعليم أو في إدارة المنشأة التي يعلم فيها أو في وظيفة معينة في الدولة أو في إيثار مسؤول في الدولة أو أي أن كان وفي مقابل ذلك مستعد يفعل أي شيء ليش أنا الأصلح للقيام بالمهمة بمارتي إيش أنت الأصلح أن أنا علمي أكثر علما وأني أكثر نشاطا وأن عندي قدرة على التخطيط وعندي شخصية قيادية والناس يتقبل طرحي وعندي رؤية مستقبلية هذه أشياء منظومة تجعلني أقول أنا أولى بالقيادة سلمنا فرضا أولى بالقيادة طب ما أعطيت القيادة لا أنا بثبت لهم أنهم غلطانين أن أنا اللي يستحق هذا المكان يبدأ يشوه إنجازات غيره من أهل العلم ومن أهل الدعوة يتهجم على المؤسسات الدينية يتهجم على الكذا يتهجم على الكذا يشفه كل ما يرى أمامه ولو كان حسنا ليثبت فقط أن هذا كله باطل ولو في مقابل هذا إيش روح الرسالة تذهب الناس تعرض عن الخطاب الدين الناس ما حدثت تثق في الدين ولا في أهل الناس إيه أنت الآن أثبت إيش أثبت أن أنا كان أولى لا أثبت أنك لست أولى لأن الأولى هو الذي يقدم مصلحة العامة على المصلحة الخاصة نحن عندنا مفروع لخدمة الأمة والاعتلاء الإسلام وأستاذية العالم فنحن يجب أن نصل إلى القرار في العالم حاولت وصلت قرار وما نجحت خلاص انتهينا يعني لا لابد تثبت له أننا غلطانين في القرار خلونا نخرب نفجر نقتل نذبح خلونا نشكك أي عالم لا يرفض أن ينصرنا فهو عالم سلطان أي قرار في الدولة ولو كان مفيد هو قرار باطل ها جاءت أزمة في الدولة فرصة هذا ولكذا خلونا نخربها نهدمها ليش نهدمها لماذا حتى يقول واحد يا رب تكون مصر مثل سوريا والعراقي في الفتنة ما الذي يوصلك إلى هذه الدرجة حتى أثبت أن أنا كنت أولى أن يمسك السكان حقود طيب أنت كده أثبت لو خربت وسقطت أنت الآن بتكون أثبت أنك كنت الأولى لأنك أنت سعيت إلى الخراب ساهمت في الخراب فلو خربت لقدر الله أنت الآن بتكون أثبت بالفعل أنك أولى وبالتالي بتأخذ لا بتأخذ ولا أثبت أنك أولى بالعكس أثبت صحة قرار أن تزال أنت أن كان الحمد لله نعمة إلهية أنك ذل لأن الذي يرى إما أنا أو أهدمها هذا لا يستحق أن يكون مؤتمنا ش com ann شما على صفال Social